السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما نقول دائما تمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. معكم مطبخ لطفي وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت نتقسم معكم هاد طبق الرائع ديال الشلاده اللي كي يجيب شكل الرائع كما كتشوفو مع العلم انهم اشياء بسيطة واي واحد ممكن يصيبو زوين بزاف انا غنتقسم معكم غير الاشياء اللي باش صيبت هالشلاده وحويج ان شاء الله غنقلي سنقدمهم لكم يعني كفيديوهات فرضية كما كتلاحظو باش ميجيناش الفيديو طويل بزاف كما كتلاحظو كتجي واحد صالد رائع يعني تستحق تجريبة وتحمرو بي وجوهكم مع ضيوفكم. هنا تجهيز المسبق كي نقول لكم دائما مثلا هنا شغل كي تخيش ديتو ودرتو على شكل وريضات وبهال شكل كامل كنحطو بحلاك دا. هنا دوك اللي كيردون اللي كنزوقو بيهم حتى هما عمرتهم. هنا شلاده ديالي اللي بanking باني مغسولة بالملحة وخل يستحق ما وس�ت allá خرجت ألو مغسولة بالملحة وخل ومرقدها مزيان في الماء ومسقطرة اقدموا بعمل ب贼همoston انتشمون اختCloud ويبعن ينسخ سوفم يعطي تبعوني تل الاخير و تشاهدون طريقة تجيزوينة بزيزوينة بزيزوينة وعندي كن اللوبيا اللي غنسلقها ومكنسلقوها شحتك تطيب بزيزوين 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 بزيزوينة نضيف الفواكه الجفة نضيف الفواكه الجفة نضيف الوز و الكوكا و الزبيب نضيف الوز و نضيف الوز نضيف الفواكهج خلائها مختلف خضر خلط فى أطباق فرضية سوف نضيف المليحة وضع الخل وحرير المكونات كاملا وظيف هox الباربة مردية لكرتها فقطتها لانها تقدم باردة كنت تتبير نحاول نحركها كاملا مزيلا باش ديك العسل كيتلبس لنا يعني مع الباربة كاملا وكيتوزع كامل في الباربة دينا نحن نحن نحاول نحن نحن نغلقه نحن نحن نقص لكم الفيديو نحن نقص لكم فيديو نحن نفع نحن 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 نفع كاملا نحن نفع العلبة كبيرة لاني كمية كبيرة نضيف علبة الدراء و علبة الطون بالزيت و علبة الطون بالمطيشة نضيف المايونيز نضيف المايونيز يضيف المايونيز نضيف المايونيز نضيف من الكيمية تقوم بمشاكل صديقة كما تلاحظوا يجي خاطر ويجي لديد هاد المايونيز هاده اللي مصعب بالفرومج ان شاء الله هنحطوا لكم فيديو بحديثه سافي هنخلط هاد المكونات سغن هنجيب واحد هاد الاناء جني صغير فاش خلطه هنجيب واحد كبر منه هنفرغ فيه هاد الكمية ونخلطها بخاطرها هنجيب واحد تولوت ساعة او لنصف ساعة قاع ماكسيمون باش نسير فيو الشلاده ديالنا عد كنصيبوها في البلاتو ديالها باش كاسب قلينا شاد دارسها وكل حاجة بلاستها هن عندي واحد الكمية ديال البطاطا وخيزو وجلبانه اللي مسلوقين بمليحة وهنا عندي واحد تمنيات البيضات لان عندي الكيمياء كثيرة ديال الخضره اللي غادي نحكم بشكل اللي كتشوفو دوك تمنيات البيضات هاد الشلاده كتجي رائعه هاد الشلاده كتسمى شلاده اسبانيه هنخلطها بالمايونيز ونزيد معاغير رأصلي الخضره مسلوقه بالمليحة هنزيد معاغير شوية ديال كامون وديك المايونيز اللي صايبنا كتجي الديده بزاف حتى هيا موما نقدمت لكم غاية بعد الاماشي كل شي اللي درس في ديالك شلاده إنما غاية بعد الاشياء بحال هكذا هاد الشلاده ممكن تديروا كل وحده بوحده بوحده كل شلاده بوحده يعني ماشي ضروري تتخدموهم كاملين دقة وحده ممكن تستفدو كل مره تديروا لوليداتكم حاجة هنه غادي نجيب كيكت لكم الكامون التوتى بزاف هاد الشلاده اللي فيها البيضه والخضره مسلوقه والخضره بطبيعة الحالة سقطرناها مزيان وبردات هلا خطره عاد كان نخلطو فيها هاد المكوينة ما كان ديروش هاد الشي فيها ويسفونا هنصاب فيه غا نخلط تشليده ديال هاد الخضره ديالي وغا تكون جاهزتها هي للتقديم وانا كما وريتكم قدمت يعني قدرت لبات الوسط ديال التبصيل وعندي اينا اكبير اللي قدمت فيه فرشت لي الخص اولا ودرت لي بات الوسط وديك الخضر وديك اللوبيا واشياء كامل اللي عندي قدمتهم ضايرين باش كل واحد كيجي قدمو من كل شي يعني ودرت الدجاج كيما كتلاحضو وزوقت بدوك اللي كيغدو اللي فيهم ديك الطومات سوريز والفروماج ديال القودة والكورنشون وجات الشلاده ديالي كيما كتلاحضو بشكل راقي وديك الباربا اللي درنا فيها الفوكيه الجافة قدمتها في زليفة صغيرين وهاد الشي اللي كانت تقاسمتوا معاكم ان شاء الله مازالت تقاسم معاكم كي قدت لكم طريقة ديال الدجاج اللي جات رائعة واللوبيا كيفاش الطريقة بشترملتها ونتمنى هد الشي اللي كانت تقاسمت معاكم يعجبكم منها للريضة ديالكم أنا يعني نزولا عن الطالب بعد الأخوات ما كونش غنحط هد الشلاده ولكني طلبوني من اللي شافوها مع الفيديو ديال بسطيلة قالوا لي عافك حطينا الشلاده أنا حطيتها لهم بصحة والراحة كي نقول لكم دائما إلى فيديو قادم إن شاء الله